بعد مرور سنة من عدوانه لتزال النيران ميليشياته على العاصمة رابلس تؤرق مضاجع المدنيين ما تسبب في نزوح أكثر من 57 ألف عائلة وما يعادل 342 فردا من منازلهم القضائف العشوائية وشضياها سبب شتات هؤلاء المواطنين غير أن الوضع بالمناطق التي هربوا إليها بات صعبا للغاية بسبب وجودهم في أماكن غير مؤهلة للعيش فيها أكثر من 100 ألف شخص مهددون بالنزوح أيضا بحسب التقارير الدولية بسبب اقتراب الحرب من مناطق جديدة بترابلس أو بسبب تهديد القصف العشوائي على كل من بوسليم صلاح الدين طريق الشوك وعينزارة ومنطقة السدرة والهطمة منظمة اليونسيف قالت أن أكثر من 90 ألف طفل اضطرت أسرهم في الفترة الأخيرة من النزاع المسلح في ليبيا إلى النزوح من مواطنها الأصلية إلى أماكن أخرى بعضها يفتقر الحدود الدنيا من مقاومات الحياة الكريمة بل أن أكثر من 100 ألف طفل وشاب تأثروا سلبا فيما يتعلق بمسارهم الدراسي جراء النزاع المسلح والنعدام الأمن منظمة الأمم المتحدة ذكرت أيضا أن 354 ألف مدني لا يزالون في مناطق خط المواجهة من أصل أكثر من 700 في المناطق المتضررة من الاشتباكات تهددهم جميعا مصائر متفاوتة في ظل تواصل العدوان ترجمة نانسي قنقر